موسيقى قوات العمالقة تواصل تقدمها في الجبهات الجنوبية بمارب وتسيطر على منطقة الحمران وعزلة الصوفي بالعبدية قوات المشتركة تكبد ميليشيا الحوثي خسائرة فاديحة في مقبنة وجبل راس والجراحي الحوثي واصلوا استهداف المدنيين ويقتلوا امرأة ويجرحوا آخرين في جبل حبشي بتعز الثامنة والنصف بتوقيت العصم صنعاء أهلا بكم إلى النشرة الإخبارية من قناة اليمن اليوم أحرزت قوات ألوية العمالقة تقدمات جديدة جنوب مارب وسيطرت على عدد من القرى في العبدية وباتت على مشارف الجوبة وعلى مقربة من مديرية جانية التابعة للبيضاء تقدمات عسكرية جديدة لقوات ألوية العمالقة جنوب محافظة مارب وسط معارك عسكرية ضارية تخوضها قوات ألوية العمالقة فبعد تحرير مديرية حريب بالكامل تمكنت قوات العمالقة من تحرير عدد من القرى في مديرية العبدية منها الجفرة وآل حمران والصوفي وفي اتجاه الجوبة وصلت قوات ألوية العمالقة إلى عقبة ملعاء وسط خسائر كبيرة في صفوف الميليشية الحوثية اليوم تصير المعاركة المعاركية مستمرة منذ أيام أو منذ أسابيع والمعاركة اليوم هناك في تقدمات لقوات الألوية العمالقة من بعد تحرير حريب باتجاه العبدية وقد سقطت بعض القرى وبعض المواقع المهمة والجبال المسيطرة عليها ومنها عقبة ملعاء واليوم هنا من جنوب مارب الجيش والمقاومة والقبائل يشنن هجوم على معسكر أم مريش الذي إن شاء الله هو شبه محاصر من ناحية العمالقة ومن ناحية الجيش وإن شاء الله سقطه وشيك وبعدها ستكون الجوبة بإذن الله مركز مدينة الجوبة وبعدها إن شاء الله انطلاقنا البيضاء مع تسارع وتيرة المعارك العسكرية جنوب محافظة مأرب التي تشهد تقدمات عسكرية كبيرة لقوات العمالقة من جهة والقوات الحكومية ورجال القبائل من جهة أخرى أعلنت قبائل مرادة بمحافظة مأرب جاهزيتها لتحرير المديرية والالتحام بقوات ألوية العمالقة والقوات الحكومية على جبال مراد في المقابل تتكبد الميليشيا خسائر كبيرة في الأرواح والعتاد فضلا عن خسارتها الميدانية حين دا الحين معاد همنا يعني إسقاط جبهة البلق نحن متجهين إلى الأمام إلى مديرية الجوبة والتحام بأخواننا قوات العمالقة ونحمد الله ونشكره ونشكر أخواننا اللي هو قوات التحالف على رأس المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة من السناد البري والبحري والجوي واللوجسي فهم يقومون بالدور الكبير وأنهم يعني قاموا معروف يعني لن ننكره بإذن الله العظيم نرد الجميل بإذن الله هذا الجميل الذي قدموه لأخوانهم أخوانهم من أبناء مارب وأبناء المحاصلات الجمهورية اليمنية بالكل سنرد الجميل بإذن الله وستطلتحم قواتنا في ميدان السبعين بأخواننا المقاومة الوطنية والحراس الجمهورية وقوات العمالقة وقوات الجيش الوطني وقوات المقاومة الشعبية والقبائل وسنردنا نلتقي بإذن الله العلي العظيم في ميدان السبعين في العاصمة صنعاء بين كماشة قوات ألوية العمالقة والقوات الحكومية باتت الميليشيا الحوثية محاصرة في معسكر أمريش وجبال ملعا ولم يتبقى لها سوى الفرار عن طريق مديرية الجوبة التي باتت قوات ألوية العمالقة على مشارفها وعلى مقربة من مديرية قانية التابعة لمحافظة البيضاء تحتدم المعارك العسكرية في السلسلة الجبلية بين مديرية حريب والجوبة ويذيق الخناق على الميليشيا الحوثية وسالتقدم متسارع للقوات الحكومية من جهة وأبطال ألوية العمالقة من جهة أخرى لقناة اليمن اليوم فواد المجيدي الجبهة الجنوبية لمحافظة مارب وكانت قوات ألوية العمالقة استعادت عتاداً عسكرياً بعد سيطرتها على مديرية حريب جنوب مارب وتظهر مشاهد جزءاً من تلك الأسلحة التي استعادتها قوات العمالقة ألوية العمالقة يقومون بالاستلاة على أطقم ميليشيات الحوثية التي شردت وسيبت أطقمها وعتادها الله أكبر الله أكبر ومن نصر الله من عنده ها هي غنيمة من غنايم الحوثي هذا الطقم غنيمة أقطنمنا هذا الطقم مع الضهير مع السلاح مع الأسلقي والحوثي إن شاء الله شارد شارد والحنى بعدها بعدها غنايم ميليشية الحوثي هذه هي الغنايم الذي أقطنبها رجال ألوية العمالقة هذه هي الغنايم الذي أقطنبها أبطال ألوية العمالقة أتم السيطرة عليها من قبل المقاومة القروبية ألوية العمالقة هذه الغنايم الذي أقطنبها ما فيها ماكن الحوثي من غنايم الحوثي الذي غنبناهن اليوم والسيطرنا عليهم هذه غنايم الميليشيات الحوثية التي تركوها وشردوا هذا هو أحد الغنايم الذي تركوه بقانب متارس ميليشي الحوثي أصبح من نصيبة بطريقة العمالة وبالعودة إلى التقدمات الجديدة جنوب محافظة مارب وللمزيد انضموا إلينا عبر الهاتف نائب ومدير المركز الإعلامي بمحور آزال الرائد مازن أشوكي مرحبا بك ماذا عن التقدم في العبدية نعم سهلا بك أخي الكريم من الساكلات الخير أنت وجميع مشاهديك في قناة الإيمان اليوم أخي الكريم نعم التقدمات العبدية تقدمات كبيرة منطقة الحمرار وعزلة آل الصوفي أصبحات سبيد ألوية العمالقة والجيش الوطني نعم وقوة الإيمان السعيد فالحنسيين اللي يجعون بعد هذه التقدمات الكبيرة طبعا التقدمات كانت من قبل في البثمان مزيدة حريف وتحريف عقبة منعاء التراتيجية ومنطقة الوسيعة كل هذه في خلال هذا اليوم من ينفقت واليوم كان منطقة آل حمران وعزلة آل الصوفي تحررت بالكامل نعم رائد مازن أشوكي شكرا جزيلا لك لذلك تعهدت القبائل المراد بالقتال إلى جانب ألوية العمالقة وباقي القوات الجمهورية الصادقة في مواجهة المشروع الإيراني الذي تنفذه الميليشيا الحوثية في اليمن لتطهير محافظات مارب والجوف والبيضاء واستعادة العاصمة صنعا من دنس الإماميين الجدد هذه هي مديرية حريب لغة أصبحت تاتس سيطرة أبطال ألوية العمالقة بترحاب كبير استقبل أهالي حريب أبطال ألوية العمالقة لدى تطهيرهم أولى المديريات الواقعة جنوب مأرب بعدما عاثت ميليشيا الحوثي فيها فسادا خلال أقل من ثلاثة أشهر وأحالت حياة أبنائها إلى ظلام حالك السواد قبل أن تنفرج الكربة بالخلاص من جماعة الموت ومشروعها السلالي البغيض أنكم أخرجتونا من ظلم إلى نور لأن نحن مقطع علينا كهرب وغاز وكل شيء والله نورته حريب ونحن نستنينكم من لا نحن نستنينكم من يوم تخل الحوثي ونحن نقول أفرج الله علينا وتثمينا للمواقف الشجاعة لألوية العمالقة تعهدت قبائل مراد كبرى قبائل مأرب بالقتال معها جنبا إلى جنب وبقية القوى الوطنية المخلصة لتحرير بقية المديريات الواقعة جنوب محافظة مأرب والتي ينتمي أبناؤها لقبيلة مراد فبالإضافة إلى تواجدهم بكثرة في مديرية حريب تغطي القبيلة العريقة مديريات رحبا والجوبا وجبل مراد وماهلية في حين تسكن قبيلة بني عبد مديرية العبدية مراقبون يؤكدون أن إعلان قبائل مراد القتال بجانب ألوية العمالقة مثل صفعة مدوية للحوثيين وسيؤدي إلى انهيار صفوفهم القتالية بشكل متسارع في عموم مديريات جنوب مأرب نتيجة غياب الحاضنة الشعبية والقبلية وأما ما روج له الإعلام الحوثي عن توافد قبائل مراد إلى صنعا في نوفمبر الماضي كان دعاية كاذبة كون مراد من أكبر القبائل اليمنية المناهضة تاريخيا للميليشيات الحوثية بيان قبائل مراد أكد وقوف رجال القبائل في خندق واحد مع كل القوى الوطنية لتحرير مديريات قبائل مراد والعبدية وقانية وكل مديريات محافظات مأرب والبيضاء والجوف وباقي محافظات اليمن التي أعاثت فيها الميليشيا المدعومة من إيران الفساد وأن أرواح ثلاثة آلاف من خيرة رجال مراد التي بذلت في مقارعة ميليشيا الحوثي لن تذهب هدرا وسوف ترفض الجبهات بالمزيد من الرجال والمال كي تنعم القبائل اليمنية بالأمن والأمان وحتى لا تصبح القبيلة اليمنية مجرد وقود لتسعير جبهات الحوثي خدمة للوكيل الإيراني وتهديد الأمن القومي العربي وخطوط الملاحة الدولية في البحر الأحمر وفي الساحل الغربي تواصل القوات المشتركة التنكيلة بميليشيا الحوثي في مختلف الجبهات تزامنا مع هزائمها الساحقة والمتواصلة جنوب مارب بعد تحرير شبوة على يد احتياط ألوية العمالقة إحدى تشكيلات القوات المشتركة والتي انتقلت شرقا ضمن عملية إعادة الطموضة والانتشار التي نفذتها المشتركة للتخلص من قيود اتفاق ستوكهولم المشؤوم في الحديدة غربا الإعلام العسكري للقوات المشتركة أفاد أن الوحدات المرابطة في خطوط النار بجبهات مقبنة غرب تعز ومديريتي جبل راس والجراحي بمحافظة الحديدة كبدت الميليشيا التابعة لإيران خسائر بشرية ومادية كبيرة بضربات مركزة وأكد أن القوات المشتركة كثفت ضرباتها محاققة إصابات مباشرة في سلسلة أهداف ثابتة وأخرى متحركة للميليشيا الحوثية في المديريات المشاري إليها غرب تعز وجنوب الحديدة كما أكد وقوع قتلى وجرح بضربات طالت تعزيزات فضلا عن المستهدفين في ثقناتهم وأوكارهم قرب خطوط التماس لذلك استشهد وجرح 28 مدنياً بصاروخ بالستين أطلقت الميليشيا الحوثية الإرهابية على حي المجمع السكني وسطى مدينة مارب مجزرة في مارب هكذا بدت لنا المشاهد لهؤلاء الأطفال الذين استهدفتهم ميليشيا الحوثي الإرهابية بصاروخ بالستين أطلقته على حي سكني مخلفاً أكثر من 28 بين شهيد وجريح وجلهم من الأطفال هذا الهجوم امتداداً لجرائم القصف الممنهج والمتعمد الذي تشنه ميليشيا الحوثي الإرهابية على الأحياء السكنية والمدنيين في مدينة مارب المكتظة بالسكان والنازحين من مختلف المحافظات استهداف متعمد للأحياء السكنية والمدنيين في جريمة حرب مكتملة الأركان عمر انتقامي جبان يعكس خالة الإفلاس التي تعانيها بيليشيا الحوثي بعد الهزائم النكراء والخسائر التي تكبدتها على أيدي أبطال القوات الحكومية والمقامة وألوية العمالقة في مختلف جبهات القتال استقبل هيئة مستشفى مارب العام العديد من الحالات عثر الصاروخ الذي سقط على المدنيين في مدينة مارب استقبلنا إلى الآن ما يقارن 23 حالة بينها 5 أطفال حالتهم حرجة وثلاث حالة وفيات من بينها امرأة توفد أثر الإصابة بشضية معدنية معظم الحالات الآن أرسلت إلى العملية الكبرى وما زلنا في هذه اللحظات طاقم هيئة مستشفى مارب يستقبل عديد من الحالات إلى أن تكون هناك حصيلة نهائية إن شاء الله للحالات الحكومة اليمنية أدانت الاستهداف المباشر وطالبت المجتمع الدولي والأمم المتحدة ومنظمات حقوق الإنسان والمبعوثين الأممي والأمريكي بإصدار إدانة واضحة وصريحة لهذه الجريمة النكراء وسرعة العمل على إدراج ميليشي الحوتي ضمن قوائم الإرهاب الدولية وملاحقات ومحاكمة قياداتها وضمان عدم إفلاتهم من العقاب نبقى في مارب حيث أطلقت الوحدة التنفيذية لإدارة مخيمات النازحين بمارب نداء إنسانيا للمنظمات الإغاثية والإنسانية بسرعة تقديم المساعدات الإغاثية الطارئة لأكثر من 16 ألف أسرة من النازحين والسكان المقيمين في مديرية حريب الذين عانوا على مدى خمسة أشهر من قطع كافة الخدمات وأشارت الوحدة التنفيذية لإدارة مخيمات النازحين أن هناك طريقين رئيسين لإدخال المساعدات الإنسانية والمواد التنوينية والإغاثية لسكان مديرية حريب عبر طريق مارب صافر حريب وطريق شبوى بيحان حريب ذلك وزعت مواد غذائية على الأسر النازحة من المديريات الجنوبية في المحافظة وأكد مدير إدارة المشاريع في مؤسسة وطن التنموية أن مشروع توزيع المواد الغذائية سيستمر طوال العام في إطار الاهتمام الذي توليه المؤسسة بالنازحين مؤكدا بأن المشروع قد سبقه العديد من المشاريع الإيوائية يذكر أن المديريات الجنوبية لمارب شهدت نزوح أكثر من 15 ألف أسرة نتيجة التصعيد الأخير لميليشيا الحوثي ندشن توزيع السلات الغذائية لأسر النازحين في محافظة مارب اليمن فنقول نشكر كل من ساهم وكل من له صلاة بالدعم والإسناد وفي تعز استشهدت امرأة وجرح آخرون بقصف حوثي على قرى في مديرية جبل حبشي غربي المحافظة مصابر محلية أكدت أن ميليشيا الحوثي قصفت بالمدفعية قرية وهر منطقة الحبيل مديرية جبل حبشي أودى بحياة امرأة وإصابة آخرين بجروح بليغة بينهم امرأة بحالة خطرة يحصل في البلاد أن الحفظة استهدفوا أن نحن استهدفوا المدنيين ببيوتهم وممتلكاتهم بعيدا عن المقاومة وهذا يدل على أنهم عفاء عقوبنا قاموا بضربنا لبيوتنا ومن أحياء الضحايا هذه أختي المقودانهم الآن طريعة الفراش مكسورة للرقل كسرين تحت الشضايا وفي داخلها خمس شضايا في البطن في الكليتين وقم بالرئة وبالقلب وبالكبد والله أعلم ما يكون منها وهي محرقة الآن الداتة محرقة وقهها محروق وقسمها كلها محروق وزوجة أخي الثانية كانت موجودة في المطبخ ساعة القذيفة وقعت آدب بغاز وكان من أثرت دبر غزة لأنها انفقرت حتى وقعت زوجة أخي أشلاء وكان أخي من ضمن الموقفين إلا أنه احترق احترق وقهه وإيداته وارجوله والآن لا أدري أنه حيب القرية أنه ميت لأنه قمنا أسعافنا هذا والإثنين وهاش دايل نقعده بدوّق قبل قدير واحترق أتنى المنزل الكامل مع أنه بحقه مع ناحل قبل بيت احترق كامل منذ سبعينات القرن العشرين ظهرت دراسات غربية تتحدث عن تقسيم الوطن العربي إلى كنتونات صغيرة لكن وفق أطور جديدة يصبح فيها المذهب الديني سلاحا يدمر دولا بكاملها وأداة من أدوات الصراع السياسي المتلبس رداء طائفيا بسبب تدخل الأجندات الخارجية التي تروج الشعارات الدينية وتذكي نعارات الطائفية لتجيش المقاتلين ضد معسكر المذهب الآخر بغرض الوصول إلى أهداف سياسية ولتحقيق ذلك كان لابد من إسقاط نظام الشاه في إيران أولا وإنشاء نظام الحوازات بقيادة الخميني القادم من فرنسا ليكون هذا النظام كمسمار جوحة في المنطقة لقد كان لبنانو كلمة السر بالنسبة للقوى الغربية وأنموذجا لما يراد لبلدان المنطقة أن تكون عليه فتقسيم هذا البلد إلى طوائف دينية ومذهبية قد أسهم في ضمان عدم الوحدة بين تلك المكونات وفق المواطنة ولذلك يتجه الغرب لدعم الأقليات العرقية والجماعات الطائفية لترسيخ تلك المعطيات وإدخال شعوب تلك البلدان في دوامة من الصراع الدامي تجعل الرضوخ لخيار التقسيم حلا لا مفر منه لوقف شلالات الدماء تقسيم لن ينهي الصراع حقيقة بل يؤسس لصراعات وحروب مستقبلية تضمن بقاء الهيمنة الاستعمارية على المنطقة وتخلف وتبعية شعوبها الدائم أهلا بكم ربما سمعت عن مصطلحات في الإعلام مثل مصطلح الشرق الأوسط الجديد فما الذي يعني هذا المصطلح وما علاقته بما هو حاصل اليوم في اليمن مصطلح الشرق الأوسط الجديد روج له كتاب غربيون يهود على رأسهم شمعون بيريس الذي أصطر كتابا بعنوان الشرق الأوسط الجديد عام 1996 وشمعون بيريس هو كاتب وسياسي إسرائيلي تولى رئاسة الوزراء في إسرائيل مرتين الأولى بين عامي 1984 إلى العام 1986 والثانية بين عامي وستة وتسعين من تسعينات القرن الماضي كما تولى منصب الرئيس في الكيان الصهيوني وهو منصب شرفي هناك بين عامي 2007 وحتى العام 2014 كتاب بيريس الشرق الأوسط الجديد تنبع أهميته وخطورته من التطبيق العملي والذي يشي بأنه ليس مجرد كتاب يحمل بين دفتيه أفكارا ومقترحات وإنما خطة عمل يتم تطبيقها على مراحل من الكتاب والسياسيين الآخرين الغربيين الذين تبنوا نظريات الشرق الأوسط الجديد وروجوا لها بكثرة بيرنارد لويس والذي يوصف بأنه ترك أبلغ الأثر في تشكيل نظرة الغرب تجاه منطقة الشرق الأوسط كما أنه أحد أهم علماء الشرق الأوسط الغربيين الذين طالما سعى صناع السياسة من المحافظين الجدد مثل إدارة الرئيسة الأمريكية الأسبق جورج دابليو بوش إلى الحصول على استشاراتهم بل شهد الرئيس بوش يحمل كتاب بيرنارد لويس بعد أيام من الهجوم الدامي الذي استهدف برجية تجارة العالمية عام 2001 بيرنارد لويس هو يهودي ولد في بريطانيا عام 1916 وتوفي في الولايات المتحدة عام 2018 متخصص في تاريخ الإسلام والتفاعل بين الإسلام والغرب وجوهر مشروع الشرق الأوسط الجديد تقسيم شعوب المنطقة على أسس جديدة مرتكزة على الطائفية والعرقية ويرى أصحاب هذا المشروع أن تقسيم الشعوب العربية في اتفاقية سايكس بيكو لم يراعي تلك المرتكزات وإنما مصالح الأوروبيين حينها وأن المنطقة لن تستقر إلا بعد تقسيمها إلى كنتونات صغيرة وفق أفكار جديدة وعلى سبيل المثال يراد تقسيم بلد مثل العراق إلى ثلاث دويلات دولة كردية في الشمال تكون عاصمتها إربيل ودولة سنية في الوسط تكون عاصمتها بغداد فيما دولة ثالثة للشيعة في جنوب العراق تكون عاصمتها البصرة كذلك هو الحال بالنسبة لسوريا التي يراد تقسيمها إلى ثلاث دول دولة سنية وعلوية وكردية ليبيا أيضا يراد أن تكون ثلاث كنتونات صغيرة في الشرق وعاصمتها بنغازي ودولة أخرى في الغرب وعاصمتها طرابلس وثالثة في الجنوب وعاصمتها سبها كما يتم تقسيم السودان أكبر دولة عربية قبل بتر الجنوب في دولة مستقلة وهو ما تم فعلا السعودية والتي تعتبر ثاني أكبر دولة عربية مساحة بعد الجزائر بمساحة تقدر بمليونين ومئتي ألف كيلومتر مربع ومن أغنى دول العالم بقوة شرائية قاربت تريليوني دولار عام 2020 يراد تقسيم هذا البلد إلى أربع دولات دولة في الشرق عاصمتها الدمام تكون للغالبية الشيعية ودولة في الغرب وتكون عاصمتها جدة وأخرى في الوسط وعاصمتها الرياض ورابع في الجنوب وعاصمتها جيزهن كل ذلك وفق تقسيمات مذهبية وطائفية فيما يراد تقسيم اليمن إلى دولة في شمال الشمال تكون صنعا عاصمة لها وأخرى في الوسط تكون تعز هي العاصمة وثالثة في عدن والمحافظات المجاورة لها ورابع في حضرموت والمهرة عاصمتها المكلة ذاك هو المخطط الذي رسم للشرق الأوسط الجديد ولا بد للفوضى والحروب والدمار أن تعصف بدوله أولا قبل أن ترضخ شعوب المنطقة لهذا التقسيم من أجل السلام وكان لابد للحوثية أن تخرج من كهوفها من أقاصي شمال اليمن من أجل أن يتم التقسيم مستمرة النشرة وفيها بعد الفاصل بريطانيا تودع إجراءات كورونا ابتداء من الخميس وعودة الحياة إلى طبيعتها قبل الفيروس ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر اشتركوا في القناة في أخبار كورونا أعلنت اللجنة الوطنية العليا لمواجهة الوباء تسجيل 54 إصابة بالفيروس في سبع محافظات وقالت في حسابها على تويتر إن 21 إصابة سجلت في حضر موت و 12 في لحج و 10 في تعز و 3 في كل من الضالع والمهر و مارب و 2 في سقطر وأضافت أن حالتين وفاة سجلت في لحج و الضالع فيما تم تسجيل 15 حالة شفاء منها 13 في حضر موت و 2 في تعز وبذلك يرتفع إجمالي الحالات المؤكدة إلى 11 ألفا و 2217 بينها 2059 وفاة و 8236 حالة تعاف عالمياً تجاوز المصابون بالفيروس التاجيح حاجز 364 مليون شخص في ظل استمرار تفشي متحور أو ميكرون في مختلف دول العالم ذكرت آخر الإحصائيات أن عدد المصابين بكوفا 19 تعدى 364 مليون و 164 ألفا فيما تجاوزت فيما تجاوزت الوفيات 5 ملايين و 648 ألفا وبلغ من تم شفاءهم نحو 288 مليون و 42 ألف شخص لذلك تراجعت وفيات كوفا 19 في أستراليا بعد يوم من تسجيلها رقماً قياسياً خلال الجائحة في حين ظل عدد المرضى في المستشفيات ثابتاً ما أثار الآمال في أن أسوأ تفشي بالبلاد ربما يكون قد بلغ ذروته وأعلن المسؤولون عن وفاة 59 نزولاً من 87 الأربعاء وهو أعلى عدد مسجل منذ بداية الجائحة أما بريطانيا فقد ودعت جميع إجراءات كورونا ابتداء من الخميس والعودة للحياة الطبيعية تماماً كما كانت قبل الفيروس حيث لن يكون وضع الكمامة إلزامياً بموجب القانون ولن يوصى رسمياً بالعمل عن بعد ولن يشترط تقديم شهادة صحية وقال رئيس الوزراء إنه لا ينوي تمديد التدابير التي تفرض الحجر على المصابلة بكوفة 19 عند انتهاء مدتها في الرابع والعشرين من مارس المقبل وتوفي أكثر من 152 ألف شخص في المملكة المتحدة جراء كوفيد-19 وتظهر البيانات الأخيرة تراجعاً بنسبة 40% تقريباً في عدد الإصابات الأسبوعية الجديدة في حين استقر عدد المرضى الذين يدخلون المستشفيات ترجمة نانسي قنقر نشرة أيضاً الحوثية منع المحطات من تزويد ملاك المركبات بالوقود رغم وجود المشتقات اللفطية ترجمة نانسي قنقر نحن نازحين في حيث مننا أكثر من 30 أسرة في مارب ارتفاع جنوني في أسعار المواد الغذائية وجميع متطلبات الحياة رغم تبني أسعار الصرف وفرد الرقابة الأمر الذي بات يزعج المواطنين الذين ناشدوا الجهات المختصة بمزيد من الرقابة يحصد المواطن أمر الحرب التي طالت أمدها لأكثر من سبع سنوات وأنعكست تبعياتها الكارثية على حياة المواطنين الوضع الاقتصادي السيء قلب حياة اليمنيين لجحيم وتسبب بمجاعة كارثية كادت تودي بهم للأسوأ في ظل غياب الدخل الشهري للأسر ليشهد بداية العام الحالي تحسناً كبيراً في سعر الصرف فيما بقيت سعار المواد الغذائية في نفس الارتفاع الجنونية أو إنخفاض طفيف لا يغير من حياة المواطنين شيئاً طبعاً سعار المواد الغذائية هو سعار أي مواد بشكل عام طبعاً مع طلوع الصرف أو نزوله تبقى الأسعار كما هي طبعاً هذه المشكلة من عند التجار ومن عند الصراف فنرجو من المسؤولين والجاعة المختصة والسلطة المحلية وزارة الصناعة التجارة وزارة المالية أن تنظر إلى هذا الجانب وتحاول تفعل الحل لهذه الحاجة لأن المواطن متضرر جداً فنرجو منهم أن يحلوا هذه المشكلة ويجدوا حل بصورة مستعجلة ارتفاع الأسعار شمل جميع المواد الغذائية وكذلك الخضروات والملابس وجعلت المواطنين تحت رحمة المنظمات الإغاثية وبما تجود به مكتب الصناعة والتجارة بالمحافظة أوضح لنا أن المخالفات شملت الكثير من التجار الذين لا يزالون يستغلون الوضع الاقتصادي السيء في المدينة غير أبيهن بما يعانيه المواطنين من غلاء المعيشة خلال هذه الفترة التي شهدت تعافي للريال اليمني أمام العملات الأجنبية يقوم مكتب الصناعة والتجارة في محافظة مارب بعمله دائما الذي هو نشيط فيه دائما فتم النزول إلى التجارة تم ضبط خلال هذه الفترة الستة وعشرين مخالفة أغلقت خمسة محلات وحيلت أربعة محلات إلى النيابة وخمسة ما زالت معاملاتهم يعني في المكتب والبقية تم اتخاذ الإجراءات داخل المكتب من تعاهدات وأخذ أرامات بالنسبة للتفاوت السعرية الموجودة في المحافظة هي لا توجد تفاوتات كبيرة بالنسبة للجملة نحن متطلعين دائما ودائما لجاننا موجودة في الميدان وإنما هناك تفاوت في الأسعار عند التجزاء والسبب أن التجزاء يقول لك أنا أشتري باليمني وبعضهم ما زال لديهم مخزون من كان السعر مرتفع لذلك يقول أنا ظلمت عندما كل ما نزلنا عليه يخفض الأسعار يقول أنا ظلمت لأن كل يوم تشتني لأنني لا أعرف السعر بالنسبة للصرف ارتفع ونزل أنا مثلا اشتريت على البيت البزالية هذه ما يعادلوا الصرف من ارتفع ستمائة ريال وأنت اليوم تجريت مني أن أنزلها أبيعها بثلاثمائة ريال هذا يسبب لي أنا أخساره كتاجر تجزاء بسط لذلك تحدث تفاوت في بعض البيع بقالات التجزاء ولكن رغم ذلك نحن لا نعطيهم فرسة نحن في نتابعهم دائما ونطلب منهم فواتير الشراء ونحدد لهم البيع حسب فواتير الشراء رغم الرقابة القانونية والإشعارات المستمرة بتحديد قيمة المواد الغذائية فلا تزال المدينة تشهد ذات الارتفاع والتناقض بالأسعار من مكان لآخر الأمر الذي يأمل به المواطنين بتكثيف الرقابة من الجهات المعنية وفرض القانون وضبط المخالفين لتخفيف متطلبات الحياة عنهم غلاء فاحش وتذبذب في أسعار الصرف رمت المواطن بين سندان متطلبات الحياة الأساسية ومطرقة أسعار المواد الغذائية التي لا تخضع لأي قانون غير ضمير التاجر عبدالعالم دحلان لقناة اليمن اليوم مأرب في الملف الاقتصادي رغم وصول المشتقات النفطية إلى مناطق سيطرة الميليشيا الحوثية إلا أنها ما تزال تمنع ملاك المحطات من تزويد أصحاب المركبات بالوقود بالأسعار السابقة بهدف بيعها في السوق السوداء منعت الميليشيا الحوثية المواطنين من حصول على المشتقات النفطية رغم بقائهم أمام المحطات البترول المليئة بالمشتقات لأكثر من يومين وقالت مصادر محلية أن الحوثيين منعوا أصحاب المحطات البترولية في محافظة صنعاء من تمويل سيارات المواطنين رغم وجود المشتقات النفطية فيها منذ يومين بسبب الحفاظ على أسعار السوق السوداء فوق 25 ألف ريال وأضافت المصادر أن ملاك المحطات أعتره بأن محطاتهم مليئة بالمواد البترولية منذ يومين وبعضها منذ أكثر من ثلاثة أيام لكن الميليشيا الحوثية منعتهم من تمويل سيارات المواطنين بحجج واهية وتقوم الميليشيا الحوثية بتعبئة المحطات الخاصة مشترضة على أصحابها الحفاظ على 60% لصالح قيادات حوثية والتي تقوم ببيعها في السوق السوداء فوق سعر 25 ألف بينما تباع في المحطة بـ 12 ألف ريال وتعرض العديد من المواطن لضربات البرد نتيجة الانتظار أمام محطات البترول الأيام خاصة مع تدني درجات الحرارة وخاصة في محافظات صنعاء وعمران ودمار الأشد برودة في اليمن شهدت مدينة عدن وباقي المحافظات المحررة أزمة جديدة للمشتقات النفطية بعد اختفائها شبه كله في محطات الوقود الحكومية وتزاحم طوابير مركبات النقل أمامها ما زاد من مضاعفة معاناة المواطنين وضاعف من حدة الأزمة ويعلان نقابة شركة المصافي بعد الأربعاء الماضي إضرابها الجزئية عن العمل حتى تستجيب الحكومة لمطالب الموظفين الحقوقية والمالية بحسب بيان النقابة وقالت مصادر ومحلية أن إضراب عمال المصافي ضاعف من أزمة المشتقات النفطية في مختلف المديريات وأصاب حركة النقل بشلل جزئي وسط عجز حكومي كبير قال البنك الدولي في تقرير له بشأن لبنان إن كساد الاقتصاد اللبناني من تدبير قيادات النخبة في البلاد ويعرض للخطر للسقرار والسلم الاجتماعي في البلاد على المدى الطويلة وبدأ انزلاق لبنان إلى الانهيار المالي في عام 2019 نتيجة سوء إدارة الإنفاق الضخمة ما تسبب بارتفاع الديون وشلل سياسي مع تناحر الفصائل المتنافسة وامتناع المغرضين الأجانب من إنقاذ البلاد ويصنف البنك الدولي لأزمة ضمن أشد الأزمات عالميا منذ منتصف القرن التاسع عشر حيث دمرت بلدا كان ينظر إليها سابغا على أنه مركز للثراوة اللبرارية في الشرق الأوسط قبل اندلاء الحرب الأهلية بين عامي 1985 و1990 كسر تسعار النفط حاجز 90 دولار للبرميل المرة الأولى في سبعة أعوام بدعم من نقص في الإمدادات وتصاعد التوترات السياسية في أوروبا والشرق الأوسط وارتفعت عقود خام برينت 1.80 دولار إلى 90.33 دولار للبرميل وهي المرة الأولى التي يخترق فيها خام القياسي العالمي من سوى 90 دولار منذ أكتوبر 2014 انطلقت فعاليات المؤتمر الأول للطلبة اليمنيين المبتعثين في الخارج بحضور رسمي وبحضور ما يزيد عن مئة مشارك وفي الجلسة الأولى تم استعراض الأوراق العلمية المقدمة من الدكتور عبد الرحمن معزب رئيس كتلة التعليم العالي بمجلس النواب تطرق فيها إلى الدور الطلابي في الجانب الوطني والورقة الثانية للدكتور عبد الله عباس عرض وهيئة التدريس بجامعة دمار تطرق فيها إلى مشاكل الطلاب وهمومهم في الختام تذكر بأبرز العناوني قوات العمالقة تواصل تقدمها في الجبهات الجنوبية بمارب وتسيطر على منطقة الحمران وعزلة الصوفي بالعبية قوات المشتركة تكبد الميليشيا الحوتية خسائر فادحة في مقبنة وجبل الراس والجراحي الحوثي واصلوا استهداف المدنيين ويقتل امرأة ويجرحوا آخرين في جبل حبشي بتعز لقاؤنا في الحدي عشر والنصف على خير في أمان الله اشتركوا في القناة